السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الكوتشوار مولفاسوك حسن إن شاء الله قدمنا ابتداء من يوم غد إن شاء الله لألفين وثلاثة وعشرين وسنة سعيدة للجماعة بإذن الله كان طلب اللي هو طلب كتير ومتزايد من عند مجموعة دي الأوصار وحتى من عند الأبناء دي لهم أي طلبة بخصوص إخوانا أخوتي الكرام بخصوص الإختبارات ومخصوص التهيئة النفسية الخاصة من إختبارات والامتحانات اللي تكونوا هنا في هذا نسمعنا كتقاسم دي المعلومات بحكم كينا الخيبرة وبحكم بجموعة دي الإصدارات اللي إصدرنا في هذا المجال بغيت إن شاء الله نصلت الضوء على كل ما يتعلق التهيئة النفسية من ناحية دي الإختبارات والامتحانات مسؤولية من وإحنا أمنين نقول مسؤولية من هنا قصنا نحطو بعض النقات هنا لا أخفي عليكم بإنه هنا فعلا الحجم دي القلق وكترة التفكير بالفترة اللي تسبق قلق الامتحانات هي مرحلة اللي ليس بسهل سواء على الطالب وسواء على الأسرة هنا في نقوله باش تكون واحد تهيئة نفسية للطالب كما ينبغي ونحاول نبعده أكثر وأكثر لديك تهيئة السلبية ونحاول نرجعها تكون تهيئة إيجابية كيفاش يمكن لنا نتعاملو مع قلق الامتحان بإيجابية كيفاش يمكن لنا نديرو التخفيف من الأعراض ديالو ونقصو فعلا هاد القلق بشكل إيجابي اللي يساعدنا النجاح ومن يتنقولو احنا القلق عاوتين ما اخدوش بواحدة ناحية السلبية هذا أمر طبيعي هذا أمر طبيعي لأنه على الأقل عندي هم لدي الامتحانات احنا مبيناش نوصلو ديك الشكل اللي هو سلبي نوصلو الحالة دي الاكتئاب أو كين بعض طالبات الطالبات اللي تجوم دوك النوبة نوبة البكاء دك الفزاع تتافق دان الشهية ما تقدرش باقيتنا والطعم ديالو قلة النوم وزيد 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 اللي بغيت نطلق له هو بالترجل اللولى هنا المسؤولية الأولى ديال الامتحانات رقصنا أول حاجة نحطها للأسرة حيث علاش بالطبط قلنا للأسرة حيث أصلا طالب ما تعيش في مكان آخر أغلبهم تعيشوا في أسرة وهنا تلاحظوا بأنه هذه البيوت أو بيت الأسرة يعني تيولي في واحد الارتباك وتيولي في واحد القلاع تيولي بحلها الزين واحد اللافتة ولاحد إعلان لحالة ديال الطوارئ قبيل الامتحانات وتيولي تصدروا واحد تصرفات يعني عنده والدين وهذا ما شيء هذا تلقائي لأنه هما طمحين ذاك الإبن ديالهم بتفوق واحد تفوق اللي يكون جيد يعني هم تيولي تتصدروا بعض التصرفات منوع الزيارات إغلاق التلفاز إحنا إغلاق يعني الجوال هذه مؤشيرات تتخلي دوك الأبناء كأنه تنصف تنوم دي ميساج رسائل بأنه تيكون واحد لقوف من اختبارات وتيبدأ القلاق تتسلل نفسهم هذه نقطة من نقاط هنا أشهر تنصحو تنتقسموا مع الأسار هنا يكون يعني بعض التصرفات نحاول نركز من ناحية الإيجابية نحاولو نعطيوه تحفيزات لتطمأن لنا دوك الليدات أكتر وأكتر باش هم يقدرو يركزو على واحد مجموعة دي القوائم اللي حط هو باش يبريباري داك الامتحانة لاش لإنه إحنا دبدا تتكلموا إلا قبيلة لكن أثناء وكين إحتعوا بعدها وخاصة خاصة التعامل دي الأم عنده واحد المسؤولية مميزة ما شاء الله لها تيجال الأبناء دينا ودراستهم دائما نصطلحوا بأنه العنصر النسوي سيكون عنده يعني دور إحنا ما غادش نحيدو يعني اللي جو دي الأم ولكن الأم سبحانه تيكون عنده واحد تمييز واحد دور واحد لهم أكتر أكتر وهنا في تي برزلنا الدور دي الأم يعني باش تتحاول تزرع واحد واحد تقع لك الأبناء ديهم تيجال دراست ديهم تيجال يعني تنوي التهوى رئيسي وتيبدأ تيكبر مع الأبناء حتى تيولوت هما بدونهم تي تحملوا مسؤولية كيفاش لهم تستطع تنقل لك مسؤولية لأبناء دينا هذي نقطة من نقاط كيفاش التوجد التوفر ذك الجو مهم داخل البيت يعني تنبعدو التشويشات تنبعدو يعني ذك نزاعات داخل المنزيل تنحاول نهيقو لماكسيمو يعني نهيقو الجو اللي قدر يشجع لنا ذك الإبن دينا باش يركز في دراسه هذي هذي نقاط من نقاط هنا حيث علاش حيث نتعف أي بيت هناك مشاكل خاصة بكيفما كان يعني درجة دي المشكل احنا تنحاول عدم إسماء لذك الأولاد دينا هذي المشاكل دينا ونقول نحن نحط واحد شعار إن شاء الله من يتقرب الامتحانات شعار دي الهدوء الإيجابية يعني نحاول نتملك نفسنا نحنا كآباء نحاول نفرو واحد راحة نفسية نكون أفراد البيت طوال يعني فترة امتحان حنا ما كراناش طوال السنة الدراسية كاملة وما كراناش طوال العمر دينا بالضبط هذي نقطة كوالدين خسنا نلتزم بها يعني نجدو الجو المناسب المذاكرة غدا المناسب حسب الإستطاعات كل واحد يعني نسمعو الأبناء دينا كلمات تحفيزية كلمات يعني رمضيش تفلاح رمضيش غابي رمضيش نحاول نحاول نبعطو واحد روح دي التفاؤل في نفوس دي الأبناء دينا باش هما انتقو شيئا فشيئا من ناحية دبع دي هما كين مش موعة دي النواحية الصراحة ما كين شهر الأسرة ما كين إعلام ما كين المدرسة كين الطالب ومليتا نقشو وحنا الطالب شيء آخر وكين حتى الأصدقاء ده هما كينين ولكن احنا بدنا نكسوع الأسرة وبنكسوع الطالب بداته أصلا حيث نحن 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 نتكلم على مسؤولية دي الأسرة أو الأهل في مجال طفاع واحد الجوع وأفضل أجواء للأبناء ديهم باش هما يكون دوك الواجبات ديهم تراسيات اللي يوموا بزيان وحنا في الصراحة مشين نتحنت الواجبات احنا ما بغيناش هاد الجهود ديال الوالدين احنا كطلبة نضيعوهم ويبشي داك الجهود ديالهم هابا انها كوك حتى احنا بدورنا كطلبة كتلاميذ كأبناء ديال الاسرة خسنا نتقييدوا باحترام يعني ما تطلب منا عند الاهل من واجبات ونجاوه معهم خس تكون واحد اصطيقاء يعني مطلقة بيننا وبالابا ديالنا خس تكون واحد صراحة يعني نحاولو نبتاعدو على التسبب المشاكين خاصة بين اخوان الاخوات في المنزل ونحاولو احنا بدورنا كطلبة نوفروا دك الجهود المريح ديال جامع حيث انا اللي لا تقلق تانا الام دي لا تتقلق الام را يكون عليك ان تنتقلق را دك شي كأنها شحنات سلبية تتنتقل من فرض الفرض داخل وسط الاساري خسنا نفهمو حاجات يعني اللي تطلبوها الاخوان ديالنا خسنا يعني كان انا كنت كبير وكان اخي اصغار خسنا نوفر للتلجو وتكون ديك الصادقاء لأكتر اكتر اطناء الفترات دي الامتحانات المدراسية دونك هناو على العموم خسنا يكون واحد الانضباط واحد المسئولية ونحترمو دوك تعليمات اللي احضروا من الابا ديالنا النصائح ديالهم حيث مهما كانوا كيفما يكونوا كيفما يكونوا وعي ديالابا دائما را تطمحوا وتيبغوا الخير لدوك الامناء ديالهم يكونوا افضل منهم بكثير وكثير هنا تيجي الدور انا كطالب كيفاش نتعامل مع دوك الواجبات المدراسية بكل جدية يعني باش انا نسعى نحقق واحد النجاح بما ان هذا النجاح بيدي انا كذلك التلفشات بيدي انا وحنا متنا نتكلمو اخوانا خبتاني النجاح يعني قبل الامتحان قبل الامتحان بعدو التوتر والقلق والخوف لانه فعلا احنا امتحان ارى فعلا ليس من مهمة مستحيلة باش نتفهموا لانه ما شرح لي الاستاذ في الفصل او في القسم وما كتبه في المناهيج او في الكتوب را كون عليقين داك شو اللي يطرح لانه امتحانات نتونك لاش اتقلق اذا انت بحتي في القسم وتتقرأ المنهج داك والطرس داك كون عليقين را غادي تفوق غادي تبعد على التوتر تبعد على القلاق وتبعد حتى الانخوف احنا كذلك تنصحوا الافنات دينا قبل الامتحان يحاول ما يخليش تكتريه تقريه دينا في الاستاذكام دينا يحاول يستخدم تنقولو احنا دوكلي ماركور الاقلام الفوسفورية اثناء المذاكرة دينا هادشي تساعدك على تركيز خاصة تنقولو احنا اللي الاصفار تشد الانتباه اكتر واكتر و احنا هادشي را عندنا نطلق لنا في واحد الكتاب خاصية اللي هو هادا خطوات دكينة هو التنفق التراسي احتى من ناحية دي الاقلام كلهم اشنا هو انطلق لهم اه كين عاو تاني من الادوات اللي تنخدموه حتى في المذاكرة كين بعض الطلبة اللي تفضلو يخدمو المذاكرة بطريقة عمل خارجة الدينية هادا هادا مهم وهادشي مهما انا تيكون عندي استعداد لها تيكون عليقين تتربع عندي واحتقاء بالنفس و دا نفكر في الناجح لانه الناجح تيقول لي عزاج مسخصية ديالي وهذا هو دور دي التقى بالنفس تيخصني كإنسان اللي طرف تاخر بنفسي كإنسان اللي كطالب اللي تنسعد الأهل ديالي والأحباء ديالي وهنا تيبدأ تتبلي الطريق ديال بناء واحد المستقبل اللي هو تنسمعنا المستقبل مشرق فعلان هادشي اللي قلتها يا كوتش سكاب زيان وكل شيء وكي كيفاش هو اي حاجة ضروري ما نحط لها خطة ضروري ما نرتبها احنا تنقول لورا اي اي انسان غير مرتب لا يتفوق في في اي مجال اللي تيخده حيث الترتيب يعني وتنحط واحد لبرنامج زمني والأمور واضحة عندي تنربح وقت وتنفوق وتنركز اكتر اكتر وهنا ممكن نحط لبرنامج زمني اللي ديال الطريق ديالي بمساعدة ديال استادي بمساعدة ديال صديق بمساعدة ديال اهل لكي ما نضيعش الوقت يمشي ليداك الوقت الى هاكوك نختار واحد مكان ملائم حسب الظروف المطفرنية حيث راملين بكرنا هاد النوقات السابقة انا تكون على ايقاناتيو اللي عندك يعني ومتنقول المكان يكون ضو يعني الاضاءة جيدة التهوية جيدة ونحاول نبعث كل مكان اللي فيه مجتيتات او فيه ضاجيس الجوليوس بواحد طريقة صحيحة يعني باش تنصح تعلان لكل من باقتبال ديال العامل الفقاري ديالي باش تكون ما يكون حديد داك داك العياء في الجسد ديالي اه كي يتلقوا بانهو بعض طلبات يدخل بدياله وتيستلقى على السرير وهدي وطعية فانتي غير جيدة انما تكون جيدة في الول متنبين نركزنا باش ندخل مرحلة ديال الاستعداد داك الاستلقاء او الاستلقاء باش نرتاح احنا كان بعض طلبة اللي تكون داك الاستيزاء احنا تنطلبوا تحضير جيدة لامتحان تنطلبوا لابنات ديالنا عدم الاستيزاء باي موضوع هذا دواء اللي كين اه وما خشيش نخوض بذيك العبارة داك التأثيرات اللي تكون من الاصدقاء بانهوض موضوع سهل انا بيتحط ما عندوش اهمية كامل هم مواضيع مهمة يعني بتنقولك موضوع تنقولك كامل هم المواد مهمة ومفيدة لانهو مهمة شرحها ليا الاستاذ يعني ما هديش ندلنا حتى ان ذاك التكهون بينكين هاللي يتحط انا خلصي نستعدين النقطة غاديت ترفع لي متحصل الدراسة ديالي وتخول لي باش تانا توجيه مدراسة ديالي وتوجي الواحد المؤسسة معيانة او مدراسة معيانة نقدر نتفوق فيها ويكون عندي حدود اكتر اكتر كين عاو تالي هنا اللي تكونوا يعني موض صعبة موض سهلة ومليتن ترقوا احنا المواد الصعبة اللي هاد المواد الصعبة اه او مواضيع صعبة قصني نقرأها اكتر من مرة وقصني نطلب حتى يعني المساعدة من طرف الاخر سواء من الاهل سواء من الاستاذ يعني اعادة الشرح بعض الاشياء اللي ما فهمت ايه وتكون تركيز اكتر اكتر هنا اه كذلك حاول ما يتحش في الفخ ذاك التاليب بانه ارهاق الجسد دياله ارهاق النفس دياله ارهاق الديني يعني دائما مذكرة مواصلة الليل والنهار ضروري يخصيقود فترات ديالاستلاحة خاصة تلبي تيحس او تيشعر عدم القدرة على التركيز على الدرس اللي هو تدرسه ما يخصيش نخلط ندير خلط المواد الدراسية بعضها ببعض نخصي ندير واحد تلقات سلسلة إذا قدرت مادة علمية ندير مادة أدبية مثلا عندي الانجليزية وعندي فرنسية ندير الانجليزية مع ريادية ندير الفرنسية مثلا معها علوم الحياة ما يخصيش نخلط احنا هنا نتكلمه على الوجبات الغدائية مهم هنا تقوله يكون وجبة صحية يفضل الابتعاد على دوك المنبيهات القوية كنخوض الأقراص اللي كمنشطة يعني بتتعطي نطاقة لا يستحسن دوك العصائر الطبيعي وفواكي بياه أفضل بكثير من المنبيهات من ناحية ديال النوم المشكلة تلقوا عن طلبة خاصة تكون تبريباري وتستعدوا الابتحانات تلقوا بنوتي طول تبقوا يعني يخصوا إما تزهر حتى الواحد وقت متأخير وما يفقش لذيك العشره الهدارش في الصباح إما تينعس بكيرال وتفق مع الرابعة والخمسة الصباح وتبريباري ولكن هاد الساعة البيولو يعني تعود على واحد الساعة بيولوجية الشوق اللي بتقربوا الابتحانات تلقى مشكلة هنا في الدنس حواد عشرين يجب أن يرجع يعني عندك ديك الواتيرة دي النوم دياله عادية باش يفق مع ديك السبعة ستة ونصباح باش يمشي السبعة باش يمشي الامتحان دياله حيث لا أصهر بزاف وفي القسم وفي القسم في قاعة الامتحانات مشكلة يكون عنده تعب ولا عاوتاني كالعكس إلا عاوتاني تيفق بكري عاوتاني ما يجي في نوصل البداية في القسم الامتحانات يجي نعس يجي النوم هذا هو اللي تنقولو نحاولو نضبطو هاد الساعة البيولوجية في النوم ديالنا لنباش ما تقترش على استعداد ديالنا في الامتحانات احنا ده ما نقشنا قبل الامتحانات أثناء الامتحانات شنو هندير فعلا هنا أعزائي طلب الطالبات وأعزائي الطالبات هنا أثناء الامتحانات شنو النقطة واحد النقطة اللي هي مهمة جدا جدا اللي تنقشوها هنا في القناة أخصني أنا قبل ما أخرج ضروري أن أخذ الفطور ديالي لأنه الدماغ التي تغداها للغليكوس للسكريات لأن الدماغ والجسد كم يحتاج للطاقة النازمة وهنا فعلا عدم تأخر في الوصول إلى مكان الامتحانات هنا كل واحد النقطة تكون من تلك الانتقاب الأصدقاء أو الزملاء ديالي تتخلقوه نحاول عدم تشويش على الزملاء وهم ما يشويش عنهم نحاول يكون الحرص على الهدوء باش الإنسان يدخل القاعة ديالي الامتحان بكل اتقاء بالنسبة يخدم الورقة هاي الأمام جاري التحطات هنا نريد القراءة ديالأسئلة أكثر من مرة و بكل هدوء شوية اليوم نتقلوه ما تبدأش تجوب ديريكت اشتا نقولوه هنا أحاول بعدي حتى تدوزوا على خمسة دقيقة على الأقل اه انا تنتبت نفسي وش فهمت السؤال ما فهمتوش وكيف هي الإجابة عنوه اه حتى علاش حتى نجوبنا على واحد السؤال تلقى السؤال أخره متشابه ليه وتنصر عنا في الإجابة يعني حتى النتيجة للتصرع تنضيع إجابة صحة مطلوبة وهنا دائما تنصح وتنبدو بالسؤال السهل لأنه احنا كي قلن لكم القلق راح احنا بعد نجد قلق مزوعين قلق اللي هو قلق ضعيف يعني مش قلق اللي اللي عالي لديك طرق دائما تنحاول أنا من بعد ذلك القلق والتوتر باش نجوب الأسئلة السهلة باش الدماغ تعود يرجع التركيز دياله وتنديه حيث لا يمكن انت متوتر وبدي تخلي الدماغ ديك يركز ويحط الإجابة يعني دي الأسئلة اه ما خصيش نتوتر خاصة نركز على ورقتي وما نذكرش على الأصدقاء الديالي لأنه تتلقى بعض طلاميذ أو بعض طلبة اللي متطارب وهذا تنقل يرتيبك تنقول ما نتطرب تنطرب تحيث سبحان الله دكشيتي متسلسل ولا شي طالب حط ورقتي وتنخص نتحت ورقتي أنا ما فاهمش لا بالعكس أنا خصي نركز على ورقات الأسئلة الديالي ودائما كي قلت لكم بدا بالسهلة في البداية وما تضيع الوقت إذا بقيت سؤال صعب يعني تنتقل سؤال الآخر مريد أن تنوصل الأسئلة الصعبة تنعود نقرها ونقرها وأحيانا الشيء وقع عليك أنت يتيت باطل كنتين لها ما عرفتش حيتي لك أنت مستعد لإمتحانات وستعد لكون عليقين غادي ترجع المعلومة للعلومة وغادي تشوف أشنو السؤال المناسب اللي غادي تديره بفهم تنبع الكلمات تيكون وأسدل تشوف لك الكلمات الصعبة هنا نقطة مهمة تتوقع الطلبة استغلال كامل الوقت المخصص لإمتحانات علاش لنوم ما نقولوش إحنا إمتحان طويل قصير الأستاذ وضع عليك الأسئلة أو الأسئلة وضع عليك الأسئلة وحد الوقت لازم إجابة على هذا دوك ما تعتقش بأنه أسهل أو أصعب من اللوزوم دائما قرأ من نسالي الأجوبة ديالك على الأسئلة قرأ الأجوبة جيدا راجع قبل ما تسلم الورقة تأكد كتبتي الإسم ديالك فمتي جميع المعلومات التي طلبوا منك لتشدونها على ورقة الإمتحانات وإحنا من أنت تسالي في الإمتحانات عند العودة يعني خرج من القسام أو العودة المنزل ديالك هو نسى ذلك الإمتحان أول شيء أقول لك ويجيب التفكير به هو نسى الإمتحان من الإمتحان مضى إمتحان تها ونركز على اليوم الآخر من الإمتحان أتمنى وصلت لكم بعض المعلومات اللي هي مفيدة جدا جدا وغادي يتلقوا في الفيديو الأخر اللي غادي نديركم كإضافة باش نحاولوا الإبتعاد عن الإحاءات السلبية وغادي نتكونوا بعد الإحاءات السلبية وتخلونا في الكمونتر أي سؤال أخصصكم وشكرا لكم الكوش أسوك حسان يوضعكم احنا بدورنا تنديروا جلسات في الكوتشين السكولير يعني الكوتشين المدرسي خاصة طريقة الاستدادة الإمتحانات اللي تكونوا 4 أو 5 جلسات اللي تنساعدوا فيها الطلبة والطالبات يعني اللي تتفوقوا الحمد لله كي نتائج بخصوص هذا المجال وحتى في الوغيونتاسيون السكولير الكوش أسوك حسان يوضعكم وشكرا لكم